بني سويف اكتشفت النهاردة انا موجود من الساعة 6 صباحا نزلت ورحت على بني سويف وحاجات زي كده وبحكم اليوم وبحكم الشغل وبحكم التغطيات اللي كنا بنعملها واللي عنعرضها على حضراتكم جملة وتفصيلا فلفت كتير جوا بني سويف برؤية العين برؤية العين اولا اعتقد اعتقد مش اقل من 70-75% من هذه المحافظة مسطح اخضر ومزروع بكل حاجة سمسم اول مرة شوف السمسم هو في الارض والله انا بكلمك بامانة يعني سمسم ورز ودرة وابلاش اقولك الحاجة لطيفة جدا الشجر انت عارف يعني ايه ترعة من اولها لاخرها تلاقيها تحفوها الاشجار اشجار المنجة مش اشجار عادية يعني طيب وبعدين الاهالي اللي في منتهى الطيبة وفي منتهى الترحاب اينما كنت كويس وبعدين الشكل الريفي الحلو الجميل اللي يسعدك ويبهجك ويسعد نظرك ويفرحك وتشوف اهالينا وهم في الارض شغلين وشغلين وبيعزقوا واللي بيروي واللي بيقلب الارض واللي بيحط تقاوي واللي بيجمع حاجة واللي بيجمع السيقان بتاعت الدورة لشان تبقى حطب فانا قاعد بقى ماشي انا وصديقي العزيز رفيق اليوم وكل يوم دائما عم مساعد عادينا عمالين بنتفرج انا وهو يمين وشمال وكلنا سعادة فحط كل ده فهو البهجة بحد ذاتها بالنسبة لي بشكل شخصي انا اشوف الخضر من هنا اتبسط جدا جدا انت مش متصور وبتبسط اكتر لما لاقي الناس وشها مستريح مبسوطين يعني وشه مستريح مش بقولك بقى بيبتسم او يقوه قوة مستريح وشه في راحة وفي امل والادين اللي بجد يعني اللي بتشتغل ايدين بتشتغل بجد وبتاكل فعلا اللقمة بعرق الجبين في نفس المشهد ده وغير مكتزق ولا بعيد عنه على الاطلاق هو المشهد الرئيس وهو مثلا عسابين المثال في سدس الامرة اسمها سدس الامرة خد بالك ينطقها اهالينا في بني سويف سدس الامرة مش سدس الامرة انا سألت على النطق الصحيح برضو بالمناسبة الرئيس وهو اناك في سدس الامرة واستقبال الناس ليه الاستقبال الحقيقي اللي من القلب ده استقبال حقيقي الناس الناس وهي بتزغرط في البلكونات والناس اللي وقفة على الطريق واقعدين فرحانين بيه وبيحيوه وسعدة جدا بوجوده في قرية سدس الامرة مركز بيبا محافظة بني سويف ده استقبال من القلب لناس بتحب بني آدم ثم خد بالك هنا بقى مش بس حيوية الرئيس تلقائية الرئيس وبسطه المعهودة وهو يتحدث ويتحور مع الناس ويتكلم حتى الناس في البلكونات تكلموا وتنادي عليه يرد عليهم طب تطلع لكو واللي عاوزين تنزلوا ثم فيما بعد ذلك أسرة الأستاذ عادل موجه بوزارة التربية والتعليم اللي هو دخلهم البيت وقاعد معاهم على الكنبة وقاعد يتكلم معه العيلة الأستاذ عادل وأولاده وزوجته العزيزة أم عبد الله ثم عبد الله ثم زيادة اللي عنده 12 سنة وهكذا العيلة والحديث معاهم وكل الكلام ده ترجمة نانسي قنقر